السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشي من كل مكان انا رشا ان شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة فيديو حاجة كده في منتهى الرئة والجمال هنشوف مع بعض طريقة عمل شال الكروشي مسلس اه ده الخيط اللي انا هستخدمه انا مجهزة بقطعة علشان احنا هنشوف مع بعض طريقة العمل وطريقة عمل الشرشيب طبعا طريقة عمل الشرشيب يعني ده اختياري اهو ده الخيط اللي انا هستخدمه متوسط السمك هستخدم مع الخيط ده ابر رقم اتنين ونص مليمتر الشرشيب على فكرة هنش متأيدين بيها تشتغلوها او تشتغلوا شكل تاني زي ما انتوا عايزين نبدأ مع بعض تفاصيل العمل واول حاجة هنشتغل عقدة البداية وبعدها هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية سلسلة هلف الخيط على الابرة ونعايز اشتغل في اخر اتنين سلسلة اللي هم دول الاول هروح على السلسلة القبل الاخيرة هدخل هنا وهاشتغل اربعة عمود بلفة بدخل في نفس السلسلة وباشتغل اللي هي اللي قبل الاخيرة هنكنت ارتفعت تمانية لو لسه اول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا فعالوا الجرس ان شاء الله هتستفيدوا جدا جدا يا دي اربعة عمود بلفة بعد كده هرتفع ثلاث سلاسل وهروح بقى دلوقتي على السلسلة الاخيرة هلف الخد كده لفتين لان انا هشتغل عمود بلفتين هدخل كده على السلسلة الاخيرة وهشتغل عمود بلفتين الغرزة بصراحة تحفى في منتهى السهولة يعني عايز اقول لكم من تكرار سطر واحد بس سطر واحد بس في دقايق هنتعلم طريقة العمل بنرتفع من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل وبنلف الشال هلف الخطة على الابرة وبرده هدخل هنا في فراغ الثلاث سلاسل وهشتغل اربعة عمود بلفة ويريد شغل الاعمدة اللي بنشتغل هتبقى عمدة مستريح مش مجدودة لان الغرزة انتوا هتشوفوها بعد ما هنخلصها يعني الفراغات اللي فيها فراغات صغيرة قوي ومتوزعة ادي اربعة عمود بلفة بعد كده تلات سلاسل في نفس الفراغ اللي هو فراغات تلات سلاسل ده هدخل وهشتغل آآ عمود بلفة واحد بس عمود بلفة وهلف الخطة على الابرة وهروح كده على الفراغ الاخير هدخل هنا وهشتغل اربعة عمود بلفة شايفين انا بخلي العمود مستريح ازاي يعني باطلع شوية بالابرة وبشتغل العمود بلفة قبل ما تنسوا نزل دلوقتي عملوا لايك على الفيديو وكمان شاركوا الفيديو مع كل صحابكم فيديو ممتع وفي منتهى السهولة ادي الاربعة عمدة بعد كده هرتفع تلات سلاسل وهلف الخط على الابرة لفتين في نهاية السطر بنشتغل عمود بلفتين هنا في الفراغ بدخل وبشتغل عمود بلفتين برضو يبقى العمود مستريح ودي الشكل بننهي بعمود بلفتين لكن هنا العمود اللي بيبقى خلال الشغل بيبقى عمود بلفة هرتفع سبعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سلاسل وبالف الشال السبعة سلاسل دول اربعة عمود بلفتين وتلاتة فاصل تلات سلاسل فاصل واربعة سلاسل عمود بلفتين ونرجع نشتغل كده اربعة عمود بلفة هنا في الفراغ اشتغلت كده ثلاث أعمدة خدوا بالك بس من التفاصيل الصغارة اللي بقولك عليه خلوا الأعمدة مستريح ودي ثلاث سلاسل وفي نفس الفراغ هدخل وهاشتغل عمود بلف تطلق بطوش من الجزئية دي خلال السطر بيبقى عمود بلفة لكن في نهاية السطر يبقى عمود بلفتين زي بداية السطر زي ما ارتفعنا سبع سلاسل كده على الفراغ اللي بعده هاشتغل أربع عمود بلفة برضو هتلاقوا على قناتي التانية كروشي ستوديو فيديوهات كتير لتعليم أعمال كروشي كلها ان شاء الله هتبقى سهلة سايبها لكم لينك بتاعها في صندوق الوصف اشتركوا أكيدوا وفعلوا الجرس دي أربع عمود بلفة وبعد كده برتفع تلاث سلاسل وفي نفس الفراغ لسه هاشتغل كمان عمود بلفة تمام كده بلاحظين كده احنا بنمشي ازاي في المجموعات هنعد برضو دلوقتي مع بعض هنا في آخر فراغ هدخل وهاشتغل أربعة عمود بلفة شايفين احنا لما بندخل ناخد القطع عشان نشتغل العمود بنرتفع شوية وبنشتغل العمود ادي أربعة وبعد كده تلاث سلاسل وبما اننا هنا في نهاية السطر فهنا بشتغل عمود بلفتين تلاث سلاسل فاصل وعمود بلفتين تمام كده شايفين المجموعات بتاعة الاعمدة هنا مجموعة واحدة هنا تنين في السطر اللي بعده تلاتة غرزة من تكرار سطر واحد بس بس طبعا التزايد بيتم بالشكل ده هكمل معكم كده كمان جزء ايه دي سبع سلاسل يعني هو طبعا الفيديو سريع قوي بس يهمني تشوفوا طريقة عمل الشال وكمان يهمني تشوفوا طريقة عمل الشرشيب لان هي هتعجبكم جدا انا اخترتها بصراحة على زوقي مع غرزة الشال دي حسيت ان الاتنين يعني حلوين جدا مع بعض وجربوهم هيعجبوكم بلف الخطة على الابرة وهدخل هنا هشتغل اربعة عمود بلفة ما تنسوش لو جربتوا الغرزة دي لازم تكتبولي في التعليقات وتقولولي رأيكم حتى من قبل ما تجربوها برضو قولولي رأيكم في التعليقات انا ببقى سعيدة جدا بتعليقاتكم ايه دي الاربع عمدة وثلاث سلاسل وفي نفس الفراغ بادخل باشتغل عمود بلفة يبقى انا كده اشتغلت اول مجموعة ده بيبقى الشكل الاساسي عندي بدون اي سلاسل فاصل بلف الخطة على الابرة وبروح على الفراغ اللي بعده اللي هو فراغ الثلاث سلاسل وباشتغل اربعة عمود بلفة ايه دي العمود التالت والعمود الرابع وبنشتغل ثلاث سلاسل وفي نفس الفراغ باشتغل عمود بلفة وبلف الخطة على الابرة بروح على الفراغ اللي بعده بكرر بنفس الطريقة الشراشيب اللي انا باختراها للشال ده يعني هي تعتبر غرزة للتازين موفرة قوي للخيط يعني مش هتحتاجه خيط زيادة كتير فيها خالص ايدي اربعة عمود بلفة وبارتفع هنا التلات سلاسل وفي نفس المكان بدخل وباشتغل عمود بلفة وخلاص كده هننهي السطر بدون اي سلاسل فاصل بلف الخطة على الابرة وبادخل هنا باشتغل اربعة عمود بلفة وخلاص كده بعد الاربعة عمود بلفة ارتفع ثلاث سلاسل وهقفل السطر هنا بعمود بلفتين اكيد يعني انتو حافظتوا الغرزة دي من الكم دقيقة اللي اشتغلناه مع بعض مفيش اسهل من كده ايدي المجموعة خلاص انا مش هكمل زيادة عن كده علشان نشوف طريقة عمل الشراشيب اوه شايفين المجموعة يعني هي كلها مجموعة اعمدة مائلة هنا مجموعة ادي اتنين ادي تلاتة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة بس والتزايد بيتم بنفس الشكل كده في كل سطر بيتزيد معانا مجموعة يلا تعالوا نشوف طريقة عمل الشراشيب مع القطع اللي انا مجهزها ودي القطع اللي انا اشتغلت فيها يعني فضلت ارتفع كده بالسطور دي الجوانب بتاعت الغرزة بتاعت الشاي الجوانب ما فيهاش اي شغل فبالتالي يعني محتاجة مننا ان احنا نزاينها بغرزة او نشتغل عليها شراشيب زي ما تحبه لكن ده الشكل الاساسي حاجة كده في منتهى الرقة وشكل السطور بعد ما بنرتفع شكل الاعمدة المائلة بتبقى جميلة يعني شغل البسيط برضو جميل الشراشيب اللي انا هشتغلها دي تقدروا طبعا تختاروا اي شكل تاني من الشراشيب حتى لو تركبوا الشراشيب العادية التقلي دي برضو هتبقى جميلة انا هنا انتهيت السطر بتاعي انتهيت من السطر بنفس طريقة العمل نهيت هنا بعمود بلفتين ومن هنا من غير ما قصة الخيط هبدأ على طول شغل الشراشيب يعني الخيط مكمل معانا ومش هنحتاج خد كتير زي ما قلت لكم تعالوا نبدأ كده بسم الله ونشوف طريقة عمل الشراشيب اول حاجة هرتفع سلسلة واحدة بعد السلسلة دي انا طبعا شغلي هيبقى على الفراغات دي من هنا هرتفع يعني هرتفع كده ارتفع حلقة هنقول لارتفع العمود بلفتين لازم طبعا الارتفع كله يبقى واحد وهمسك الحلقة دي كويس وهخرج منها بحيث ان انا ادخل تاني بالشكل ده واخد الخيط ودي لفتين على الابرة باشتغل غرزة حشو لسه طبعا هنكررها تاني بعد غرزة الحشو هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة انا دلوقتي هشتغل البتلات بتاعة الشكل بتاعنا هدخل في غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها هنا وهاخد الخيط وبرده هشتغل منها غرزة حشو يبقى انا كده قفلت اول بتلة انا اشتغلتها هرتفع اربعة سلاسل دي كده انا هشتغل البتلة التانية في غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها اخر غرزة حشو انا اشتغلتها بدخل فيها وبرده بياخد منها كمان غرزة حشو واخدين بالكو احنا بندخل في انهي غرزة حشو اخر غرزة حشو بنبقى اشتغلناها ارتفع تاني اربعة سلاسل وهكذا هدخل برضو في اخر غرزة حشو انا اشتغلتها قبل الاربع سلسل بدخل بالشكل ده تحت الحلقتين وباشتغل غرزة حشو يبقى انا كده محتاجة بس تلت بثلات زي ما انت شايفين ايه دي تلت بثلات صغيرين جدا بس عايز اقفلهم مع بعض هدخل هنا في اول غرزة حشو انا اشتغلتها اللي هي دي هتلاقوها واضحة معاكم ناخد الخيط وهنا بنشتغل منزلق بنقفل يعني على الشكل اللي احنا اشتغلناه ايه دي شكل التلت بثلات الصغيرين اللي احنا اشتغلناه حابين تزودوا عن اربع سلاسل بس بحيث يعني ان الشكل ده ما يبقاش مفتوح من المنتصف بعد كده هبتدي اكون حلقة تانية بارتفع سلسلة واحدة وبرجع ارتفع تاني ارتفاع العمود بلفتين نفس الارتفاع ده ونرجع ناخد الخيط وندخل تاني هنا وناخد الخيط ونشتغل جرزة حشو بس كده شايفين المقاس اه ممكن نخليهم كده اه قصاد بعض هنلاقي المقاس بتاعنا مظبوط ولا لا حتى لو مش مظبوط نفكه ونعيد تاني لكن احنا قدنا هتاخد على الشغل ده اول فراغ عندي انا هدخل في الفراغ التاني يعني انا بشتغل على فراغ وبفوت فراغ ايدي الفراغ التاني بدخل كده وباشتغل جرزة حشو وكده انا كونت الشكل بتاعي لأول مرة ايدي شكل الشراشيب ممكن كمان تطولوها زيادة عن كده برجع هرتفع سلسلة واحدة وارجع تاني ارتفع ارتفع العمود بلفتين وباخد الخيط شايفيني مسك الحلقة ازاي وباشتغل جرزة حشو تاني هنبتدي نرتفع اربع سلاسل وندخل في اول جرزة حشو احنا اشتغلناها ونشتغل جرزة حشو شايفين تسلسل برضو جرز الحشو اللي انا باشتغلها ايدي جرزة الحشو بعدها هرتفع اربع سلاسل اقررها بس كده معاكو كمان مرة وبس وندخل كده في اخر جرزة حشو احنا اشتغلناها ونشتغل منها جرزة حشو ادخل بس كده كويس تحت حلقتين الخيط علشان الشكل بتاعنا يطلع مزبوط ممكن كمان تشتغلوا الشراشيب دي بخيط تاني سميك عن الخيط اللي كنا بنستخدمه ايه دي اربع سلاسل بس طبعا انا شايف ان كده افضل انا عايز اكملهم تلات بتلات زي اللي فاتو بدخل كده في غرزة الحشو الاخيرة اللي انا اشتغلتها قبل الاربع سلاسل وبشتغل منها غرزة حشو وكده يبقى انا خلصت تلات بتلات شغلنا كده مزبوط ومنظم ونروح على اول غرزة حشو احنا اشتغلناها علشان نقفل الشكل ده بندخل هنا وبنشتغل غرزة منزلقة وبس كده افلنا الشكل بتاعنا تلات بتلات صغيرين نرجع نشتغل سلسلة ونرتفع بنفس الطريقة نفس الارتفاع ده الارتفاع العمود بلفتين ونشتغل غرزة حشو على فكرة الارتفاع ده حاجة في ايديكم يعني انتو بتحددوه بس لازم طبعا الارتفاع كله يبقى ارتفاع واحد حتى لو عايزين ترتفعوا لحد مثلا عشرة سنتي الفراغ ده هفوته وهروح على الفراغ اللي بعده بسيف فراغ واحد فاضي وبروح على الفراغ اللي بعده طبعا انا بسيف فراغ واحد فاضي علشان يعني الشكل ما يبقاش زحمة علشان تبقى الشكل اللي احنا بنشتغله ده واخد حقه وبين كويس انا شايفة ان كده معقول نشتغل على فراغ ونسيف فراغ حاجة كده في انتهى الرقة لو جربتوا تشتغل جرزة الشيل دي انا متأكد هتعجبكم طريقة الشراشيب دي معاه وهمشي كده بنفس الطريقة اشتغل على فراغ واسيف فراغ بنفس طريقة العمل كده زي ما انا اشتغلت وهمشي على كل الفراغات لحد ما هوصل للناحية التانية من الشيل احنا مش بنقطع الخيط خالص مكملين لحد ما هنعدي للناحية التانية طبعا قعدة المسلس او الشيل مش بنيجي ناحيتها دي بنشتغل عليها اي غرزة تانية ممكن نطول في الشراشيب زي ما قلت لكم الجزء ده نطول زيادة زي ما احنا عايزين يعني شوفوا الطول اللي انتو عايزين توصلوله دي حاجة ترجعلك هكمل انا دلوقتي بنفس الطريقة كده علشان اوريكم الشكل النهائي بسرعة وهرجعلك خلاص كده زي ما انتم شايفين خلصت يعني ده نموذج مصغر كله فانا بشتغل عليه الشراشيب شايفين بقى الجمال والرقة انا شايف ان الحد الطول ده برضو كويس قوي طول الشراشيب او الحلقة اللي انا اشتغلتها دي اللي هي ارتفاع العمود بلفتين معقولة يعني كويسة احنا عايزين الشكل كله يبقى بسيط والغرزة دي موفرة للخيوط انا مقولت لكوش برضو في اول الفيديو يعني انتم ممكن تحتاجوا هنقول من اربع لخمس شلات في شايل حل ومتوسط يعني ممكن كمان يتبقى منهم ده لو حبيتوا تغيروا في شكل الشراشيب طبعا انتم ممكن توصلوا لخمس شلات زي ما قلتلكم ممكن تشتغلوا شكل الشراشيب العادية برضو الغرزة دي جميلة قوي في حاجة تانية ان الغرزة دي وشها زي ضهرة يعني شكل الشغل الوش زي الضهر كمان الشراشيب شايفين من الناحية التانية ما فيش اي فرق لان احنا طبعا كنا نشتغل الاربع سلاسل دول ما لهمش وش ولا ضهر والغرزة برضو بنفس الطريقة ما لهاش وش ولا ضهر اللي اتنين زي بعض جميلة فشل بيمشي على الناحيتين وشغله بسيط وان شاء الله هيبقى سريع وان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو عايزة مشاركة كتير للفيديو مع كل صحابكم وحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر